السؤال اللي أولاني وصلنا بيقول لو سمحت يا دكتور السؤال لو واحدة ست حامل وهتولد بعد عشر أيام وجوزة هتوفي تقدر تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ولا تعتد عدة حامل بوضع الحمل لا تعتد عدة وضع الحمل وولات الأحمال أجلهن أن يضعنا حملهن يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هي حتى لو كان بعد الوفاء وضعت الحمل بساعة هي تعتد بإن هي متى وضعت الحمل فقد انقطت عدتها ليه؟ مش بس عشان إحنا عندنا بس العدة بس لازم نفهم شوية في العدة العدة مش لبراءة الرحم بس العدة مسألة تعبودية بيقولوا كده تعبودية يعني إيه تعبودية؟ المسائل كلها مش بتدور حول معنى واحد بس وهو معنى براءة الرحم لو كان براءة الرحم كان يكفي شهر بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ويكفي كمان حيضة بالنسبة لأصحاب الأقراء أصحاب الحيض لكن هي مسألة فيها عدة معاني مرة مع مسألة براءة الرحم فيها مسألة إظهار الوفاء والتواء والوفاء للمتوفى ومرة كمان بيبقى مش بس عشان براءة الرحم عشان الست تاخد وقتها كمان عشان ما تدخلش في علاقة جديدة إلا بعد ما تكون هي هدأت وتغيرت حياتها إذن وكل هذه الكلام اللي احنا بنقول ده بيكون بمثابة الحكم لكن المسألة العدة هي مسألة تعبودية طب ده يفدنا إيه في اللي احنا بنقول ده إن واحد يقول لي طب يعني هو إيه الفرق ما بين الست اللي هتقعد تسعة تشور مثلا ما ممكن تكون هتقعد تسعة تشور والست اللي عدتها هتنقضي بعد عشرة إيه بعد عشرة أيام تعبودية الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى بهذا إيه بقى دوت في أقدار الناس وفي أحوال الناس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعشان كده هي هتنقضي عدتها بوضع الحم أجلهن أيضعنا حملهن فخلاص يبقى إلا هاي حصل يبقى هي متى وضعت الحم إيه اللي حاصل فقد انقضت عدتها فإحنا عندنا عدت المرأة الحامل إيه اللي حاصل بينهن كده عدت المرأة الحامل بتكون بوضع الحملة مطلقا بوضع الحملة إيه مطلقا وعشان كده هتنقضي عدتها بوضع الحملة